اشتركوا في القناة المتوسط والمحدود خاصة على ان يتم ذلك التوافق من خلال بحث الميزانية العامة لهذا العام واكد رئيس مجلس النواب ان التوجيهات الملكية السامية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن البحريني في الدرجة الاولى والاهتمام الرفيع باصحاب الدخل المتوسط والمحدود بجانب تعزيز دور السلطة التشريعية الممثلة عن الشعب البحريني وضرورة الشراكة والتوافق مع السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه ان يصب في صالح الوطن والمواطن واعرب رئيس مجلس النواب عن استعداد وجهزية المجلس لمناقشة ودراسة الميزانية العامة للدولة وبحث ضوابط واجراءات ترشيد انفاق المال العام بالتوافق الوطني المسؤول مع السلطة التنفيذية وفقا للظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة وتوفير افضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني مشير النأمع عليه لان مواجهة الازمة المالية تستوجب المشاركة والتفاهم من الجميع لوضع الحلول والمعالجات المناسبة ومرقبة المال العام وممارسة الصلاحيات التشريعية ورقابية كما تستلزم بذل المزيد من الجهد والعمل والانتاجية من الجميع وعلى كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر